مؤسسة جلوب إلا لما المتحدث الرسمي باسم مزارة الخارجية النهاردة طلع على موقع التغريدات تويتر طلع تغريد قال مصر تسبق العديد من الدول في مؤشر مؤسسة جلوب حول إنفاذ القانون والنظام وتحتل المركز الستاشر من أصل 142 دولة المصريون يشعرون بالأمن والأمان ويثقون في قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار ده تويتر بتاعت أحمد أبو زيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم مزارة الخارجية تقرير جاءت في مصر في المركز الستاشر من أصل 142 دولة مصر سبقت مين عشان بس نستعرف سبقت مصر بريطانيا اللي جاءت في الترتيب رقم 21 وسبقت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب 35 وتصدرت سنغافورة تقرير جلوب كأكثر بلدان العالم أمانا تلاتها النرويج وإيسلندا وفنلندا مصر في المركز الستاشر أوع تنسى تزيلت في زيولة التقرير كأكثر بلدان خطورة في العالم وجاء قبلها جنوب إفريقيا وليبيريا والجابون وجنوب السودان وإفغانستان التقرير اعتمد على استطلاع علمي حقيقي بيقول إن مصر وسألوا مصريين من أكثر بلدان العالم رقم 16 في العالم من حيث الأمان